بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بالجميع لذي الفقرة معي كتاب بياللغي كومفروند ونستأنف مع هذا العنوان الذي عندنا هنا كما رأينا بوسيني ريسيت انفابل بوسيني يحكي او يروي انفابل انه يروي حكاية لها مغزى طبعا بوسيني قنا يقفل ببع thirteen ذه BEC سوف رمحز فاول بيال منه ما غيرة سوف رمحز فاول بيال منه ما غيرة بوسيقى ونستأنف عليه ettغر مشكم لكو جلوس امت Rab و بسمع لي أن نعم قاد رمحز نهو يا م landing ص في طالع لكو رمحز لا يأمرcosنان ف 어느 بكم رمحز لا يفعله يسعد مغز لدديه بس فاول تنته علم لله funny رمحز لا تهم رمحز ل rabحز كورونار veut لفلاتي لقوبو لكمпранة الغرابو لم يفهم كما ذكرنا هذا سالة وفر بكمпранدر سالة وفر بكمпранدر أو برزن كون جيه أو برزن إذن عندنا هنا فعل فهيمة ولكن هنا عندنا لنهاجة إذن لقوبو نكمпранة الغرابو لم يفهم كورونار بأن التعلب كما نقول أنه يريد أن يتملق له أو يريد أن يمدعه أو يجامله للحصول على الشيء فلاتي كلك يعني أنك تمدعه شخصا للحصول على الشيء أنك تجامله للحصول على الشيء إذن نتكلم عن فلاتي هذا الغراب نكمпранة أنه لم يفهم كورونار بأن التعلب يريد أن يجامله يريد أن يخدعه في القول طبعا لأن يفتح من قره リعمل على سماع صوته الجميل طبعا كما نعلم بأن صوت الغرب هو يبدو غير ذلك لف خماج طومب إذن عندما فتح فاو لكي يظهر صوته الجميل لكي يسمع صوته الجميل هنا لف خماج طومب الجبنة سقطت الجبنة تسقط المقصود بأن الجبنة سقطت غنغلتخاب عند إيدين غنغلتخاب التعلب يلتقطها إلى موج ثم يأكلوها صون لسي بدون أن يترك منها طبعا صون لسي بدون أن يترك أو بدون أن يدع صون لسي صون لسي بدون أن يترك منها فوركوه حتى أنه لم يترك للغرب ولو فوته تسارير من هد الجوبنه إذن هنا التعليب يأخذ الغرب حتى أخذ منه الجوبنه التي كانت من قاريه لو كوربو نكمن پاك رونار وفلاطي إل اوفر لبك بور فر انتندر سا بيلي ووه لو فرماج تمب رونار لاتخابه ومانج سن انلاسي اميات لكوربو حسنًا قلت لگرانك ثم يقول الجد Dès Love Frank Hmm Dès Love Frank Tu ne sais pas très bien ta recitation Mais tu l'as bien raconté Voilà un franc Pour تت servir Voilà un franc Pour تت servir Ha هو Frank Comment on aく Que l'on aised Que conseiller Pour re星 Defend Du ico Den Hmm Dès Love Frank Cbe Of course El ded К كرد فعل على ما سامعه من بوسيني. يقول الجد. انت لا تعرف جيدا روايتك. ولكنك حكيتها بشكل جيد. رغم انك لا تتقن رواية هذه القصة. فانت تكلمت عنها بشكل جيد. انت حكيتها بشكل جيد. هناك فانت تتقن رواية. هذا هو فرنك لحصالاتيك. كما تتعرف. الغراب. sur la première image on voit le courbeau dont nous avons parlé. الغراب لتتحدثنا عنه. sur la deuxième image un dialogue entre le courbeau et le renard. sur la troisième image le renard trompe le courbeau. le renard trompe le courbeau. qui a perdu son fromage. الغراب لتحدثنا عنه. الغراب لتحدثنا عنه. الغراب لتحدثنا عنه. هذه هي بداية الحكاية. التي نسيها التي نسيها بداية هذه الحكاية هذه التي لدينا هنا. ماتر كوبو. سور الناعبة. سيد الغراب كما نقول. سور الناعبة. على شجرة. جاتيم. على شجرة جاتيم. إذا نتكلم عنه. الماتر. بداية مرة تحت على الورب. سو برشي. جعل نفسه يجتم. نقول مثلا. الوازو سو برش. سور لابرانش. الوازو سو برش. سور لابرانش. الطائر يحطو. أو يجتمو. فوق غصن. نتحدث عن الوازو برش. أو نتحدث عن الوازو برش. إذا هنا نتحدث عن. الغراب. متر كوبو. سور الناعب. برش. على غصن جاتيم. توني. انصنبك. الفروماج. توني. انصنبك. الفروماج. إذا هو يقبض. في منقاري. الفروماج. على جبنة. توني. انصنبك. الفروماج. إذا يقبض. في منقاري. جبنة. سيد التعلب. بالرائحة المغرية. بالرائحة المغرية. عبر رائحة المغرية. ستجره طبعا. ستجدبه. وتجره. الغراب. نتحدث. سمع الورب. في المغرية. هذا هو الاغرى. نقول مثلا. تاب خوبوسيسيون. تاب خوبوسيسيون. لا على شي. اقتراحك. اغراه. هذا الكلام ايضا متر كوبو سور النار برشي توني ان صنبك ان فرماش ماتر غنار اللويتان اپو بخي كما نقول اخذ له المقصود انه اخذ معه اپو بخي تقريبا سو لنغاج هذا الحديث المقصود بانه تكلم معه تقريبا بهذا الحديث انه تحدث معه تقريبا بهذا الحديث لويتان انا اسي لعب تنير كونجوغي او بصي سمبل وندي او برزن نتنى يلتين طبعا في البصي سمبل نقول او تن تن نتين تنت يلتينر النوم اخاذه في الماضي طبعا كما تنعرف بان نوباسي السامبل انه تفيد السرعة يدل على ان الحادث تم بسرعة نوباسي السامبل هو من الازمنة الضرورية التي تستعمل في قصة لانه يأتي بالسرعة وبالتالي يأتي بالتشويق لو يتعب بخصو اللونغاج اذا اخذ معه تقريبا هذا الحادث ماذا قال له ايه بونجاو مسيولو كوبو ايه يوم سعيد السيد الغراب كوفو زي الجولي كم انت جميل كوفو مسعوم ليبو كم تبدو وسيمن كوفو مسعوم ليبو كم انتم تبدون لي وسيمين بمعنى اخر كم تبدو وسيمن كوفو مسعوم ليبو كم تبدو وسيمن هذه بداية القصة طبعا التي نسيها بوسيني ثم عندنا لهو كابلاء الفابل كما ذكرنا فيما سابق من غير سيطاسيون كيبارل دانيمو اذا نتكلم عن رواية من غير سيطاسيون كيبارل التي تتحدث دانيمو يعني الحيوانات تتحدث الحيوانات اذا نتكلم عن قصة طبعا خيالية يكون من ورقها مغزا ثم عندنا ان كوبو كمانا نقول غراب معجب بنفسه معرور كيسكو تخيبو اذا نتكلم عن غراب كيسكو الذي يعتقد نفسه تخيبو جدو جميل او جدو وسيم كيسكو تخيبو الذي يعتقد نفسه هنا لدينا لهو سكروار ومن مثل كلمات الاعتقادات مثلا الكرويانس كل ما يعتقده الشخص طبعا كيسكو تخيبو إذا نتكلم عن غراب الذي يعتقد نفسه جد وسيم جد جميل والذي يحب جيدا بأن نقولها له هو يعتقد نفسه بأنه جد جميل ويحب بأن نقول له هذا هو يحب بأن نقول له يا غراب أنت جميل وهو يعتقد نفسه كذلك إذا نتكلم عن غراب معجب بنفسه أو أنه مغرور أن نستعتبر ويحب جيدا بأن نقوله له ثم عندنا فلاتي يجب أن نقول له الفو لويدير يجب أن نقول له كليت خجولي بأنه وجد جميل فلات تون كامرات فلات تون كامرات إذا جامل رافقك حاول أن تجامل صديقك لتطبق هذه الفكرة كوفاتي لويدير ماذا ستقول له حتى تجامل صديقك ماذا ستقول له كوفاتي لويدير ماذا ستقول له مثلا ثم نأخذ الفراز كما عندنا هنا إذا أنا حكيته بشكل جيد أنت ستعطيني إذا أنا ساعدتك أو نقول مثلا إذا أنا تعلمت دروسي بشكل جيد ثم تما دونغا مثلا تما دونغا أنت ستعطيني ثم نقول ماذا ستعطيني تما دونغا أنكادو مثلا إذا أنا تعلمت دروسي بشكل جيد مثلا تما دونغا أنكادو أنت ستعطيني هادية أو أنت ستعطيني هادية سي Langث Yamous تما دونغا انت ستعطيني هادية سي sakرة تما دونغا اندران كلمة كوميسيون طبعا لها معاني كثيرة من مثلا أن تقوم بشيء تأمر به مثلا ممكن أن تتكلم عن لجنة أو مهمة طبعا نتكلم عن المهمة تسمى لمسيون ممكن أن تتكلم عن السخرة سي جوف أفر لكوميسيون إذا أنا قمت بهذه المهمة سي جوف أفر لكوميسيون تيمدان على مثلا من كونتر بارتي أنت ستعطيني مقابل مثلا تيمدان على كالكشوز أنت ستعطيني شيئا ما ثم عندنا لغتغراف لغتغراف عندنا كلمات تتضمنها دي أنا دي موكي يكمبين يه باريزامبل العيسيت بيه العيسيت بيه هو يستظهر بشكل جيد هو يستعرض بشكل جيد العيسيت بيه واسي موشيه واسي موشيه شيه يه موشيه واسي موشيه ها هو كلبي إل فيا إل فيا فيك ما هو يأتي معي إل فيا طبعا هنا لغتغراف 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 انبوى إل فيا جولي موشيه انبوى دون لغتغراف إل فيا فيا واسي طبي ها هو طبي من بتي شئ من بتي شئ كالبي السرير جولي بيه أنا أحبه بشكل جيد إل جوه توجه 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 إل فيا العبداء إمن معي طبعا هنا لغتغراف مستعرض فيا إل فيا فيا إل جوه توجه إل فيا العبداء إمن معي أنا إل إل وعنده منزل جميل الى انجون الميزون وعنده منزل جميل انبوى من الخشب مصنوع بالخشب في ساحة المزرعة كلبي طبعا له منزل صغير كلبي عنده منزل صغير مصنوع من الخشب في ساحة المزرعة ثم عندنا الريح يصفر كما نقول المقصود بان الريح تهب كل التفاح سقط في المناطق التي يزرع في التفاح طبعا عندما تأتي امطار شديدة والريح انها تجعل هذا التفاح يسقط انها تسقط التفاح اذا الريح كما نقول انه هبق كل التفاح سقط ثم نقول مثلا انا كنت مريضا انا كنت مريضا انا كنت مريضا انا كنت مريضا انا كنت لفترة طويلة شيئا ما كنت مريضا جيطي مالات جيطي مالات انت كنت مريضا اليطي مالات هو كان مريضا اليطي مالات هي كانت مريضا هدا هذا المفرد هذا المفرد وبلغيال في الجامعة نقول نوزيتيو ملاد نحن كنا مرضى وزيتي ملاد أنتم كنتم مرضى إلأتي ملاد إلزتي ملاد هم كانوا مرضى إلزتي ملاد هن كنا مرضى إذن هذا فيما يخص الفقراء نلتقي إن شاء الله في فقرات قديمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله